اشتركوا في القناة نحن يعني من بعد ما ان شاء الله نعمل الحوار هو رح يكون هيك لقاء حواري مع الاستاذ الدكتور محمد عمين الميداني بآخر اللقاء رح يكون طبعا نفسح المجال لكل المشاركين لحتى يطرحوا اسئلتهم ويعملوا مداخلتهم بس بدي اتراجعكم لحتى نقدر نعطي فرصة للكل يطرحوا اسئلة ويعملوا مداخلت انه نختصر بالوقت يعني رح نحدد دقيقتين لكل سؤال اولى مداخلة وشكرا واهلا وسهلا فيكم مرتين فإذا انطلاقا من اهداف بسمة والمركز العربي حول حماية حقوق الإنسان وتحسين جودة حياته وتعزيز كرامته دون اي نوع من انواع التمييز واستنادا إلى مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلاة وانطلاقا من مهمة بسمة التي تتلخص في الاستجابة الفورية للأزمات الإنسانية ومنها جائحة كورونا المستجد رأت مجموعة بسمة بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضرورة الانتفات إلى كبار السن حقوقهم وحمايتهم إذ لا شك بأنه أكثر من تأثر وكان عرضا بجائحة كوفيد 19 المستجد الذي تسبب لهم بالرعب والمعاناة في جميع أنحاء العالم سواء بالبلدان المتقدمة أو تلك النامية ضمنا الدول العربية لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الأستاذ الدكتور محمد الأمين الميداني وهو غني عن التعريف المتخصص في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان وهو رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فرنسا ستراسبورغ وهو أستاذ محاضر في جامعة ستراسبورغ وأستاذ زائر في جامعة الجنان ترابلوس طبعا لبنان وله العديد من المؤلفات القيمة في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها والحقيقة نحن مش أول مرة من نتعاون مع الدكتور أمين الميداني وفي بيناتنا تعاون استراتيجي وشراكة استراتيجية والحقيقة نحن يعني لما عملنا نشاط بجنيف أول من بيضت بزهننا هو الدكتور ميداني دعيني وألقى محاضرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف وكمان كان فيه شراكة ببيوت مع بسمة بورش عمل وبندوات كمان نحن نشارك مع المركز اللي بيرأسه الدكتور أمين ميداني بستراسبورغ وشاركنا معه بالورش السنوية اللي بيقيم المركز العربي أهلا وسهلا فيك دكتور محمد رح يكون لقاءنا عبارة عن حوار رح أطرح على الدكتور محمد الأسئلة بانتظار أجوابته والكلام لقلك دكتور للتقديم ومنرجع منبلش بحوارنا طيب شكرا شكرا جزيلا صديقة العزيزة الأستاذي بورشان وأنا سعيد بالمشاركة بنشاط جديد معكم بندرش في استراتيجية التعاون بين بسمة والمركز العربي وكما اتفضلت هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله ولو سمحتولي بين قوصين رب ضارة النافعة يعني لو لا هالفيروس إذا كنا من نعتبر أن هناك بعض الجوانب الإيجابية هو إمكانية الانفتاح والمشاركة عن بعد وأيضا إيجاد أجواء جديدة للتعاون ربما كنا مقصرين سابقا فيها لكن الضرورة أحكام أنا سعيد بالتعاون وسعيد جدا أيضا بالتعرف على زميلات وجملاء أعرف بعضهم وأتعرف على الآخرين وهي فرصة أيضا للتعاون مستقبلا فيما كل ما يتعلق كما تفضلت بالإنسان وكرامته وحقه شكرا دكتور شكرا للحضور الجميع حقيقة عم شوف على الشاشة قدامي قامات سواء من المجتمع المدني والناشطين على قضايا حول الإنسان أو بمجالات أخرى شكرا لحضوركم جميعا السؤال الأول دكتور حضرتك اللي طرحت علينا هيدا الموضوع ليش اخترت دكتور هذا الموضوع عنوانا لمداخلتك هل هو بسبب تقاعص المجتمعات في مختلف البلدان عن حماية هذه الفئة من الأشخاص أم لقصور في حمايتهم على المستوى الدولي أم للسببين معا نعم شكرا بالحقيقة اسمحوا لي للإجابة على السؤال أعطي مثال يتعلق بفرانسا يعني الشيء اللي اتفاجأنا به وحسب صحيفة تلومود الفرنسية حتى تاريخ 12 أيار شهر الماضي تغفية على الأقل 12700 مسن ومسنة في مراكز إيواء يقال لها في فرانسا إيباد هذا العدد مقارنة بالعدد الإجمالي إلى الآن 28 ألف شخص تغفه بسبب هذا البيروس يشكل أكثر من 40% من حالات الوفاة فهذا سبب يلفت النظر إلى هذا العدد المرتفع من الوفيات بين كبار السن ثم لاحقا استمعنا لبعض الروبورتاجات والأحاديث التي دارت بين الأطباء في المراحل الأولى من المرض والبيروس وكانوا يتساءل بين بعضهم البعض حين كانت تصل يصل المرضى إلى المشافئ طبعا أحد أسباب أن عدد الأسرة في المشافئ الفرنسية كان قليل جدا في مراكز الإنعاش للإستقبالهم كانوا يتساءلوا فيما بينهم هل نعطي الأفضلية لكبار السن للمعالجة أم لصغار السن؟ يعني وصل الأمر بالأطباء للاختيار وهذا طبعا يتنافى مع أبسط القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان وبما يمليه شرف المهنة على الطبيب من معالجة أي شخص بغض النظر عن عمره سنه دينه وجنسه لونه إلى آخر هذه الأسباب عندما كنت أتابعها يعني شعرت من خلالها بأن هناك أوضاع لنقول بين قوسين غير طبيعية فالتحق أن يبحث أحدنا وأن يتساءل هذا من ناحية يعني خلينا نقول هذا من الناحية الصحية الآن من الناحية القانونية دائما كان يتم تصنيف كبار السن بين أطراف الفئات الهشة كما نعلم جميعا أن الفئات الهشة تضم المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكانوا المسنين من بين أفراد هذه الفئة الهشة لكن لو نظرنا إلى الحماية التي نجح المجتمع الدولي بتقريرها حتى الآن نجد بأن المرأة والطفل والأشخاص دائما إعاقة استفادوا من الحماية كما نعلم أن هناك اتفاقية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأضيف لها بروتوكول هناك اتفاقية لحقوق الطفل في عام 1989 أضيف لها تراسة بروتوكولات هناك اتفاقية دولية لحماية أشخاص دائما إعاقة أضيف لها بروتوكول أين الحماية إذن للمسنين؟ لماذا لم ينجح المجتمع الدولي الآن باعتماد اتفاقية دولية؟ وللأسف أيضا المنظمات الأقليمية التي يمكن أن نتحدث عنها لاحقا لم تنجح باعتماد اتفاقيات خاصة بالمسنين علما بأنها نجحت أحيانا كثيرة باعتماد اتفاقيات تتعلق بالمرأة الوقاية من العنف ضد المرأة اتفاقية إسطنبول التي اعتمدها منظمة نجلس أوروبا هناك بروتوكول أيضا يتحدث إفريقيا يتحدث عن الوقاية وحقوق المرأة كل هذه الأسئلة مطروحة من الناحية القانونية أين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتعلق بحقوق المسلمين؟ يعني إلى جانب الصحي اللي طرقنا عنه طرقنا إليه قبل قليل هناك جانب قانوني النقطة الأخيرة في جوابي أستاذ غوردشان بتعلق ببعض الاتفاقيات التي كنت عندما أقرأها تستوقفني عبارات تتعلق بالمسلمين يعني سوف أعطي أمتي اللي ممكن أن نعود لها لاحظة يعني لو نظرنا إلى الفقرة الخمسة من المادة أربعة من الاتفاقية الأمريكية لعقوق الإنسان وهي اتفاقية تم اعتمادة في رحاب منظمة الدول الأمريكية اللي بتضم 35 دولة مقرة متينة في فاشنطن دي سي في الولايات المتحدة هذه الاتفاقيين تتحدث عن موضوع الحكم بالإعدام سوف أقرأ لكم النص لأنه بالفعل النص يلفت النظر لا يجوز أن يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون الثامن عشر عاماً أو فوق السبعين عاماً يعني هنا الاتفاقية تتحدث عن كبار السن علماً بأن القاعدة الأساسية المعروفة والتي نجدها مثلاً في العهد الدولي الخاص بالفعل المدنية والسياسية يتحدث عن عدم الحكم بالإعدام على من هو دون الثامن عشر وعلى النساء الحوامي هم بالإضافة للثامن عشر وأيضاً أدي أربعة عن النساء الحوامي وضيف إليهم كبار السن المسنين وحددوا حتى فئة العمر يعني قالوا فوقها سبعين عام يعني هذه هي أول إشارة نجدها في اتفاقية خليمية هامة تم اعتمادها سنة التسعة وستين فيما يتعلق بحقوق المسنين الآن الاتفاقية الأخرى الإقليمية الملفتة للنظر أكثر هي الفقرة أربعة من المادة ١١ من المتاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللي تم اعتماده عام ١٨١ يقول للمسنين أو المعاواطين الحق أيضاً في تدامير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية والأهم من ذلك الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من هذا النطاق تتحدث عن الواجبات وواجبات الفرد الآن لو انتبهنا لهذه العبارة كيف أنها صيغت بطريقة بالفعل الإنسانية بكل معنى الكلمية من واجبات الفرد المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والدي لاحظوا هذه أول اتفاقية سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي تتحدث عن الوالدي عليه احترام والدي وفي كل وقت وإطعامهما ومساعداتهما عند الحاجة إذن هناك إحساس في المنظمات الإقليمية الاتحاد الإفريقي اللي اعتمد هذا الميطاق اللي في منظمة الدول الأمريكية اللي اعتمدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هناك إحساس بالحاجة لحماية خاصة ومتويزة للمسلمين وانتلاقا من هنا نجد بأننا أهملنا نحن هذا الوضع وهذا اللي دفعني سواء من الناحية الصحية أو القانونية أو على مستوى المنظمات الصينية أن أقترح هذا العنوان حتى يكون هناك نوع من الحوار والنقاش أو كما يقال عصر ذهني ومحاولة أن يلعب المجتمع المدني ممثلا ببسمة ومنظمات غير حكومية أخرى دوره في هالمجال يعني لنفترض اعتماد مشروع إعلان لحماية كبار السن من منطلق غياب أي نص على المستوى على الساحتين الجولية والأمور هذا بعجالة أستاذي قولشان الأسباب اللي دعتني أني اقترح عليكم هذا العنوان معلومات قيمة شكرا لك بدي كمان مسي معاني الوزير السابق اليس حنى مع الدكتورة نورما وطبعا الجميع ويا جماعة بدي ألكن سر أنه أنا أستاذ محمد ودكتور محمد هو أستاذي فأنا بشعر برهبة أنا وعم حاور وما تفكروا القصة سهلة لي رح روح للسؤال الثاني دكتور محمد هل يعتبر تعبير المسنون اللي منستخدمه عادة هو التعبير الصحيح أو هل هناك تعابير أخرى يمكن استخدمه؟ يعني في الحقيقة في عدة تعبير لكن حتى نكون دقيقين ولدينا مرجعية قانونية اسمحوا لي أن أذكر هنا التعليق رقم ستي الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل ما بنعرف كلنا أنه هنا تم اعتماد عهدين العهد الأول عام 1967 بعنوال العهد الدولي الخاص للحقوق المدني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولبنان مصادقة عليه والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية عندما تم اعتماد عهدين العهدين عام 1966 ارتأى خبراء الأمم المتحدة بأنه ليس هناك حاجة في المرحلة الأولى لتأسيس لجنة تسهر على احترام مواد العهد الدولي الخاص بالاقتصادية والشمعية والثقافية على خلاف الأمر فيما يتعلى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياتية الذي يتضمن في صلبه مواد تتعلق بتأسيس لجنة اسمها اللجنة المعنية لحقوق الإنسان وهي تقريبا نعني من بين أقدم اللجان إلى جانب اللجنة التي أسستها اتفاقية منع جميع أشكال التمهيز العنصرية عام 1915 لماذا لم يؤسع العهد الدولي الخاص بالحقوق الطبيعية والثقافية آنذاك عام 1936 لجنة وطلب من الدول التي سوف تصادح على العهد أن ترسل تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاقتماعي ثم لاحقا في عام 1985 تم تحسيس هذه اللجنة التي سوف نتحدث عنها السبب أن أوضوع احترام وتطبيق الحقوق الصادية والشمعية والثقافية يحتاج إلى نوع من التدرج يحتاج إلى نوع من التطور في حين أن الحقوق المدنية والسياسية لا تحتاج إلى مستوى اقتصادي يعني رفيع المستوى الحق في الحياة حرية التنقل حرية التعبير الحق كلها هذه الحقوق يعني كما أشرح دائما تتطلب من الدولة واجب امتناع يعني الدول ليس عليها أن تقوم بشيء لكن لا تحول بيني وبين ممارسة هذه الحقوق عندما أقول حرية التعبير أريد أن أؤسد مجلة أو صحيفة فالدولة يجب أن لا تتدخل تمنعني من ممارسة هذا الحق ولكن لها الحق أن تتدخل بتنظيم إصدار قوانين الصحافة للمطبوعات إلى آخر في حين أن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية تتطلب من الدولة أواجد تدخل يعني عندما نتحدث عن الحق في الصحة حتى لو كان هناك مشافي خاصة يجب أن يكون هناك مشافي حكومية حتى لو كان هناك جامعات ومدارس غادثة الدولة عليها فيما يتعلق بالحق في التعليم أن تؤسس مدارس وجامعات حكومية إذن هذه الحقوق تتطلب مستوى اقتصادي نوعا ما متحدث لذلك تأخر ولم تنص لنص العهد على تأسسات هذه لجنة أسسة والآن تعمل ومثل ما نعرف قلنا عدد أعضاء 18 عبو خبراء مستقلين يجتمعون ما هم مثل الأساسية دراسة التقارير التي تقدمها الدولة عندما دولة تلتزم باتفاقية تلتزم في هذا العهد فعليها أن تقدم تقرير في الأربع سنوات تشرح فيه كيف تطبقت واحترمت هذه المواد من خلال الشعاعات الوطنية أو تطبيقاتها المحلية عندما تنتهي تقديم التقارير فعادة تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات أو تعليقات تتعلق بالحقوق والحريات التي نص عليها العهد والتي حرصت الدول الأطراف فيه على تم من هنا جاء التعليق أنا شرحت أنه شو يعني التعليق الخمسة هو تعليق قدمته اللجنة الاقتصادية والمعنية والحقوق الاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بموضوع المسلمين واسمحوا لي أن أقرأ العبارة بشكل دقيق يقول هذا التعليق رقم ستة تختلف المصطلحات المستحدمة يوصب إبار السن اختلافا كبيرا حتى في الوثائق الدولية فهي تشمل إبار السن والمسنين والأكبر سنن وفئة العمر الثالثة والشيخوكة كما أطلق مصطلح فئة العمر الرابعة للدلالة على الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 80 عاما لاحظوا هنا كيف أن اللجنة أعطي تسميات مختلفة متداولة بين القانونيين والخبراء ولكن اللجنة قالت وقع اختيارنا على عبارة مصطلح كبار السن بداية التساسب وإنشان هذا خطأ كان مفهوظ الصرح عبارة كبار السن عواد المسنون في عنوان لكن إذا قلنا مسنون فهذا ليس خطأ لأنه أيضا متداول إذن مصطلح كبار السن هو التعبير الذي أيضا استخدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارين تضروا إلى الآن حسب من ناحية التقنية الممارسات المتبعة في الإدارات الإحصائية للأمم المتحدة تشمل هذه المصطلحات الأشخاص البالغين للعمر 60 سنة فأكثر يعني عندما نقول كبار السن المسنون الأكبر سنا نفئة العمر الثالثة فنحن نعتبر أن كل شخص أكثر من 60 عام يندرج تحت هذه الأساس في حين أن الاتحاد الأوروبي يعني كمنظمة إقليمية عامة قال بأنه كبار السن بالنسبة لتعريفات الاتحاد الأوروبي هم من بلغوا 65 أو أكثر وهو لماذا سن 65؟ لأنه السن الأكثر شيوعاً بالنسبة للتقاعد في فرق فممكن نستخدم كبار السن ممكن نستخدم المسنون وكلها تعبير ومصطلحات قانونية سبيحة شكراً دكتور يعني لاحظنا كيف في تقسيم للطفولة يعني كل فئة عمرية بتكون تحت مسمى معين وكأنه كبار السن كمان صار في تقسيم لألون بحسب الفئة العمرية شكراً دكتور رح نتقل لسؤال الثالث هل ممكن أنك تعطينا أمثلة عن جهود المجتمع الدولي بخصوص حماية كبار السن؟ يعني شو عمل المجتمع الدولي أو شو عملت المنظمات أو شو عملوا الناس المعنيين بحماية هذه الحقوق؟ نعم بالحقيقة يعني نحن نستطيع أنه نذكر نوعين من الجهود المجتمع الدولي أولاً لن أدخل كثيراً في التفاصيل يعني ممكن لاحقاً إذا أحد من المستنعين الكرام أراد يعني بعض الأمثلة ممكن آخر أولاً بما أنه ليس هناك اتفاقية تتعلق بكبار السن كما قلنا فكان هناك بداية مؤتمرات عالمية يعني كان هناك مؤتمر في بينا للشيخوخة عام 1982 هذا المؤتمر اعتمد خطة سميت خطة عمل بينا الدولية للشيخوخة تضمن 62 نقطة تتعلق بالصحة والتغذية وحماية المستهلك المسن والإسكان والبيئة والأسرة والرعاية الاجتماعية إلى آخر وكل هذه النقاط مذكورة عملياً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الصادية والجمعية والثقافية التي ذكرناها قليلاً قليلاً ثم كان هناك اجتماع سموة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة عام 2012 هم في مدريد في العاصمة الإسبانية تم تنظيم اجتماع تمخض عنه اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل سميت خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وهذه الخطة تسعى في عدة مجالات للتركيز على الأمور الصحية وموضوع الرفاهية وموضوع الحقوق المتعلقة بالأشخاص المتواجدين في مرحلة الشيخوخة هذه أمثلة عن مؤتمرات دولية تم الاطيام الآن الأمم المتحدة حتى لا تبقى بعيدة عن هذه المؤتمرات قامت في مرحلة أولى بالمصادقة على خطة عمل بينا للشيخوخة وركزت عليها ثم قامت هذا في عام 1982 يعني بعد الاجتماع بعد المؤتمر الأمم المتحدة صادقت على هذه الخطة التي تم اعتمادها عن 22 ثم لاحقا في عام 1991 اعتمدت الأمم المتحدة سميت مبادئ الأمم المتحدة بكبار السل ووضعت وثيقة هامة بقصد الحفاظ على حقوق كبار السل يعني أنا هنا بين قدسين أستغرب أن الأمم المتحدة مهتمة وعم تعمل وثيقة وتعتمد مبادئ طب لماذا لم تخطو الخطوة الأساسية ويعني تعتمد استفاطية فهذا كان موضوع يعني تحصير في الأمم المتحدة ثم اعتمدت لاحقا في عام 82 يعني شوفوا في مراحل عم تقوم فيها الأمم المتحدة بس كأنه كان غايب عن أدهانهم أو لا يريدون اعتماد استفاطية فاعتمدت في عام 92 مجموعة من الأهداف العالمية فيما يتعلق أيضا بمجال الشيخوخة ثم ركزت في إعلان واضح موجود وبمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على مؤتمر بينا في عام 92 اعتمدت إعلان خاص بشأن الشيخوخة كل هذه مراحل قامت بها منظمة الأمم المتحدة إلى جانب المجتمعات الجوية الآن الشيء الجديد خلينا نقول في الألفية الثالثة أنه تعرف في الأمم المتحدة في نوعين من الآليات في آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية الآليات تعاقدية يعني عشر آليات تعاقدية تمعت في تأسيس عشر الإجانب لن ندخل في تقصيده وآليات غير تعاقدية تسمح بمثلا التقرير الدوري الشامل هو آليات غير تعاقدية الذي يسمى أيضا اليو بي آف اعتماد المقررون الخواص هي آلية غير تعاقدية إنشاء فرق عمل معنية بموضوع معين فمن بين الفرق التي أنشأتها الأمم المتحدة أنشأت الجمعية العامة في عام 2010 فريق معنى بالشيخوخة باسم الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعنى بالشيخوخة ما هو السبب في تأسيس هذا الفريق أو إنشاء هذا الفريق كان هناك موجود مجموعة من الثغرات اللي نحن ذكرناها فيما يتعلق بحماية الكبار السن فكان هناك فكرة أن يقوم التقرير عفوا الفريق بإعداد تقرير حول هذا الموضوع وبالفعل قدم تقرير عام 2012 الآن الشيء المهم أيضا في مجال الآليات غير التعاقدية أن الأمم المتحدة عينة خبيرة مستقلة في عام 2014 خبيرة مستقلة معنية بتمتع كبار السن بجميع الحقوق هذا موضوع معني أيضا كآلية غير تعاقدية تسمح بالاهتمام بفئة معينة وحقوقها وتعيين خبير لمتابعة هذا الموضوع مع جميع دول العالم فيما يتعلق هنا باستبار آخر شيء ممكن نذكره هون هو البيان الخاص اللي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد نيشيل بشتي بتاريخ 12 أيار 2020 موجود إذا حبيتوا تطلعوا عليه على موقع المفوضية السامية فيما يتعلق بحقوقها بس لحقوقتهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات ومن الضروري إنه نذكر ما ننسى القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جينيب الرابع نحنا كنا نعرف إنه تم اعتماد أربع اتفاقيات لاتفاقيات جينيب الأربعة عام 1949 وضيف إليهم روتوكولين عام 1977 هون الاتفاقية جينيب الرابعة اللي تهتم بقضايا المدنيين وتحت الاحتلال والمدنيين بشكل عام أشارت في المادة 14 إلى ضرورة حماية المسنين وقت نشوم القيطات والمادتين 18 و13 أيضاً طلبت من الأطراف المتحاربة بالعبارة عدم مهاجمة المستشفيات المدنية التي تقوم على رعاية المرضى والجرحى والعجزة والمسنين خلاصة الكلام أن قبار السن المجتمع الدولي يعترف يوجودهم وضع لهم تعريف لكن إلى الآن لم يعتمد وثيقة فربما هذه الندوة تندرش لما يسمى بالتوعي بالتحسيس بأهمية هذه الفئة بضرورة وضع بنود في استراتيجيات المنظمات غير الحكومية في العالم العربي وغيره تتعلق بكبار السنة شكراً دكتور يعني أنا عملياً كنت محضرت لك سؤال ما هي الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي بحثت في حماية كبار السن وهل يمكن أن تسبق المنظمات الإقليمية للأمم المتحدة باعتماد اتفاقي؟ يعني هل ممكن منظمات إقليمية هي تسبق الأمم المتحدة وتعتمد اتفاقية لحماية كبار السن؟ أنا أعتقد بأنه المجال مفتوح للمنظمات الإقليمية لإعتماد مثل هذه الاتفاقيات بس اسمحي لي أن يذكر بأنه حالياً في مجال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان توجد خمس منظمات إقليمية طبعاً أقدمهم في التاريخ هي جامعة الدول العربية لتم تأسيسها عام 1945 هذا لا يعني بأنها الأكثر فعالية ولكن تاريخياً هي الأقدم على المسرح الدولية ثم تأتي منظمة الدول الأمريكية التي ذكرناها لتم تأسيسها عام 1948 ثم تليها منظمة مجلس أوروبا ذكرنا أنه مقر منظمة الدول الأمريكية مدينة واشنطن دي سي منظمة مجلس أوروبا اللي بتضم 47 عضو مقر مدينة إسراسلوب ثم تأتي الاتحاد الإفريطي اللي بداية كان اسمه منظمة الوحدة الإفريطية والآن اسمه الاتحاد الإفريطي في عديس أبابا إثيوبيا وأخيراً منظمة التعاون الإسلامي اللي تم تأتيسها عام 1969 كان اسمه آنذاك نظمة المؤتمر الإسلامي وعدي للإسم عام 2019 وأصبح اسمه منظمة التعاون الإسلامي هذه المنظمات الأقليمية سباقة على الأمم المتحدة لحاطيكم مثال بالحقيقة هذا موضوع كثير مهم يعني عندما نبحث في قضايا حقوق الإنسان وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية كيف تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية أول خطوة كانت الأقرار والاعتراف بحقوق الإنسان لأنه قبل الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك اعتراف كان هناك أشكال للحماية مثلاً حماية الأقليات التدخل الإنسانية الشرط الأدنى لحماية الأجانب كلها هذه كانت أشكال حماية ولم يكن هناك اعتراف تام وفعلي بحقوق الإنسان كما نعرفها حالياً إذن الخطوة الأولى كانت بعد الحرب العالمية الثانية وتنسيس الأمم المتحدة هو الاعتراف بحقوق الإنسان ثم جاءت المرحلة وهي تقنين حقوق الإنسان بدأ التقنين عندما نطرح السؤال لماذاpod نسأل أي شخص نحتم بقضايا حقوق الإنسان test يقول لك مباشرةً الإعلان العالمي إلى حقوق الإنسان الإعلان العالمي هو الوثيقة الثانية لأن الوثيقة الأولى كان ميطاق الأمم المتحدة يعني دائماً ننسى أن ميطاق الأمم المتحدة في ثلاثة عشر مادة تتحدث عن حقوق الإنسان إذن بدأنا باعتماد الميطاق بتقنين حقوق الإنسان ثم جاءت المرحلة الثالثة هي مرحلة اعتماد آليات للسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات الإعلان العالمي لا يوجد في آلي مجموعة 30 مادة مبادئ أساسية في مجال حقوق الإنسان فجاء اعتماد الاتفاقيات لاحقا بآليات للسهر على حسن تطبيق أحكام حقوق الإنسان إذن بدأنا بالاعتراف وانتقلنا إلى التقنين ثم اعتمدنا الآليات لكن المجتمع الدولي وجد بأن هذا الموضوع يعني يحتاج إلى خطوات عملية أفضل يعني بمعنى آخر نحن لا نريد أن ننتظر أن تقع الانتهاكات ثم نأتي ونحاول أن نستدرك الأمر ونقض الضحايا من الانتهاكات ونرفحهم مثلا من تحت أيدي الجلاجين أو نعيد لهم حقوقهم فكانت الفكرة وهي أول ما بدأت بدأت في منظمة نجيل أوروبا هذه المنظمة اعتمدت اتفاقية لو انتبهنا العنوان كثير مهمة وهي أول اتفاقية تبحث في هذا الموضوع هي الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعديد والمعاملات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المقيمة هنا لم يقولوا اتفاقية منهط التعديد كمان هو الأمر في الأمم المتحدة للأسف الشديد عندما يترجم تترجم هذه الاتفاقية للغة العربية ما بيركزوا على كلمة الوقاية طغري بيقولوا المناهضة المناهضة والمكافحة هي غير الوقاية في أوروبا أرادوا أن يقولوا نحن نهتم بالوقاية في مجال التعديد يعني هناك لجنة تزور أماكن الاعتقال ومخافر الشرطة والسجود وترى هل الظروف الاقتصاد الصحية والاجتماعية والإنسانية محترمة حتى لا نقع في مشكلة التعديد يعني لا ننتظر وقوع ضحايا ونأتي لنكافح ونناهض التعديد يجب أن نخلق الأجواء التي لا تؤدي بنا إلى التعديد ومن هنا أيضا اعتمد منظمة مجلس أوروبا اتفاقية الوقاية من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أيضا في منظمة الدول الأمريكية اعتمدوا اتفاقية الوقاية المنزلي إذن انتقلنا من مرحلة الآليات إلى مرحلة الوقاية أعطي هذه الأمثلة لأقول بأنني متفائل أكثر أن المنظمات غير الحكومية سوف تنجح برأيي وتصدق الأمم المتحدة باعتماد اتفاقية خاصة باعتبار السن يعني أنا في إحدى الاجتماعات اللي كانت في منظمة مجلس أوروبا هون في ستاسلو فغيرت بشخص عم بسأله عن طبيعة عمله ونشاطه وقال لي الآن أعقف على تحضير مسودي لتقديمة لمجلس أوروبا فيما يتعلق بالمسلمين فأنا لأول وأهلي على الكلام يعني مضى على 4-5 سنوات استغربت الموضوع يعني لأنه لم يكن يخفى في بالي الأمر كلنا مقصرين في هذا الموضوع فهناك احتمال كبير يعني أنا متفائل أكثر أن يتم اعتماد بداية بالوقاية وأحد المشكلات التي اكتشفناه هنا بفرنسا أن المراكز الإيواء اللي اسمها إيباد باللغة الفرنسية لم يكن فيها أسباب وقائي تمحي بالمحافظة على حياة المسنين الموجودين يعني هذه كانت الصدمة الكبرى يعني أن يتوفى 12 ألف مسن ومسنة في هذه المراكز بالوقت التي معظمها هي مؤسسات خاصة وليست مؤسسات حقومية يعني من يضع والدي أو أقاربه في هذه يدفع وليس الحكومة فقط المتكفلة بهذا الموضوع إذن كان هناك تقصير حتى في مجال الوقاية الآن عم يحاولوا يقدر كل موضوعهم بفرنسا ويجدوا له حل وأعتقد أنه في بلدان أوروبي أخرى طبعاً نحن الحمد لله في بلدان العربية والإسلامية تبقى يعني موضوع يعني الاحتفاظ بالوالدين في البيت والعناية بهم جزء من عاداتنا العربية والإسلامية ويعني نقلهم إلى مثل هذه المراكز أعتقد أنه هو الاستثناء على القاعدة فجواباً لسؤالك أستاذ أبو الشان نعم أعتقد بأن المجتمع الدولي وخصوصاً بعد الأزمة التي صارت أصبح هناك إحساس في التخصير تجاه هذه الأزمة وتجاه كبار السن ومرة أخرى أتصور بأن المنظمات القليمية ستكون سباقة بهذا المجال وهي التي سوف تعتمد قبل غير اتفاقيات خاصة بهذا الموضوع طيب دكتور فعلاً معلومات قيمة واستناداً لآخر ملاحظتين حضرتك ألتون يعني شفنا نحن بالدول الأوروبية اللي هي دائماً يقال شرعة حقوق الإنسان طلعت من الدول الأوروبية وفرنسا تحديداً وكان فيها الأد أهمال لكبار السن ما الذي يمكن أن تقوم به الدول حالياً وعلى المستوى الوطني بانتظار الالتزام بأي اتفاقية دولية بهدف إيجاد آليات وطنية لحماية كبار السن من لا سمح الله أو في بيروزات قادمة ما هي يعني فيه جزئية فيه جزء منه حضرتك أنت بتتوقع أنه المنظمات الأقليمية يمكن تسبق المنظمات الدولية ويصدر عنا شيء أو تقر شيء اتفاقية أو ألا ولكن بهذا الوقت شو لازم تعملها الدول؟ دولنا نعم يعني على المستوى الدول الأوروبية يجب إعادة النظر في أنظمة هذه الأماكن التي تأوي المسنين إعادة النظر فيها والتأكد من أنها تسوفي الشروع الأساسية يعني ذكرت قبل قليل أنه في لجنة أوروبية تزور أماكن الاعتقال والسجون لتتأكد أن كل الظروف موجودة الظروف الإنسانية فهل الظروف الإنسانية موجودة أيضا في هذه المراكز؟ بعدين في موضوع قطير هام جدا سواء في أوروبا أو في بلداننا هو حسن تأهيل القائمين على العمل في هذه المراكز يعني في بعض الحوالث والقصص اللي سمعناها أنه ممكن نقبل أي مساعدة طبية أو أي ممرضة للعمل حتى لو لم تكن مؤهلة كما يجي طيب هذول المسنين يعني من لح يهتم بجوز أهله ما يزوروهون أو إلى آخرين هذا خطأ كبير يعني هو غياب تأهيل جيد للأشخاص القائمين على شؤون هؤلاء المسنين يعني هذا الموضوع يجب إعادة النظر فيه تحسين الأماكن وتأهيل وحسن تأهيل وأيضا يعني الدولة ما تنساهن ولا أهلهم ينسوهن يعني هذه الأمور يعني يجب يعاد فيها النظر طبعا أنا عم بحكي على مستوى البلدان الأوروبية وفرنسا بشكل خاص ما عندي اطلاع للأسف على أماكن يواء المسنين في البلدان العربية يمكن بعد الندوي إحدى المنظمات غير حكومية يعني تشتهد بالقيام بزيارة هذه الأماكن الموجودة في بلدانها وأعداد تقرير يعني هذه التقارير ممتازة لأنه كما تعلمون أن ممكن تأتي منظمة غير حكومية وتقرير كما يقال تقرير مضاد أو شادو رابور يقدم إلى مثلا في حالة لبنان على سبيل المثال إلى اللجنة المعنية بتقول بأن هناك تقصير ثم أيضا ممكن هالشيء يندري يرسل المفاوضية السامية على طول الإنسان فيما يتعلق باليو بي آر التقرير الدوري الشامي فالخطوة اللي بيعتقد أنه ضرورية تصير على مستوى البلد حتى لو أنه بلدان المراكز فيها طبما قليلة أو أنه ما كتير يعني الأهل بحطوا إقبار السن فيها لكن هذا ما بيبنع أنه نحن نزورها ونتأكد ونشوف إذا كانت تستوفي الشروط المطلوبة ونعد تقرير بهالمجال ونصبح يعني عرضه فعال يعني دائما عندما نتحدث عن المؤتمرات المرأة الطفل اللاجئين المهجرين المعاطين طب وقبار السن يعني صار من المفروض الآن أنه نعتم فيهون لأنه يعني لعبوا دورهم في مجتمعاتنا وأدوا واجباتهم ومن المفروض على الأقل يعني أن ينهوا السنوات الأخيرة من عمرهم بعز وكرامي وبشكل يعني نكون فيه أو فيها أو فيها إلون فهذا موضوع يعني مهم أنه يعاد النظر به وهنا ربما يسمحوا لي وجهة دعوة للمنظمات غير الحكومية اللبنانية العاملة في هذا المجال على أن تهتم بهذه الفئة بكبار السن وتزور الأماكن المتواجدين فيها وتعد تقارير خلينا نطلع على أوضاعهم وأحوالهم أنه نعرف هل على الأقل يعني يستفيدون من الحد الأدنى من معاملة إنسانية لائقة بعمرهم وحياتهم الدكتور هيدا الموضوع بياخدنا لنشوف بفترة كورونا أزمة كورونا هل نحن كدول عربية قدرنا نحن شفنا كان في حماية عالية للمسلمين هل لأنه نحن بعض مفهوم الأسرة والاحترام لكبار السن والمفهوم الترابط العائلي خلينا يكون في عنا هيدا لأنه دائما كنا نشوف أنه كرمال بينا وإمنا وجدنا وستنا لازم ننتبه لحالنا كنحميهم هل هيدا المفهوم اللي خلينا نحن نحمي كبارنا ولا وهيدا ما موجود بالغرب نعم أنا أتفق معك تماما غير موجود في الغرب على الأقل بالصورة اللي نحن عايشينا ومرة تانية وتالتة الحمد لله على عاداتنا العربية وعاداتنا الإسلامية اللي بتهتم بكبار السن وأحيانا في بعض البلدان تقدس كبار السن يعني لدرجة أنه لهم مكانتهم الغالية والعزيزة اجتماعيا وفي قلوب أهلي وأنا تقصدت أني أعطيكم مثال ودائما بذكره يعني قبل قليل كنت أناقش أحد طلابي في الجامعة موضوع الخصوصية وعالمية فوق الإنسان يعني عندما نجد نطاق اتفاقية إفريقية تتحدث عن احترام الوالدين هذا الشيء في عام 1981 ما أحد خطر في باله يحكي عنه طيب هذا الكلام من أين أتى؟ أتى من عادات إفريقية هي عادات عربية إسلامية إفريقية أملت على من حرر الميطاق الإفريقي الإشارة إلى الوالدين فهذا موضوع مهم فنحن الحمد لله بلدان العربية الإسلامية لا نزال بخير من هالناحية هاي بس يجب أن نكون أيضا مستعدين يعني أحيانا الأمور بتضطر الإنسان لظروف خاصة وحصوصا الآن بالأوضاع الاقتصادية الصعبية إنه مضطر فترة زمنية معينة حتى حدا من الوالدين طب قبل ما حطهم أنا ممن المفروض أني أتكد في أنه المكان لائق بهم ولو كاينة الفترة الزمنية قصيرة فهذا موضوع مهم يعني علينا أن نستفيد منه يعني الآن خلينا نقول ويمكن دي حتى تصحي عليه السؤال شو استفدنا أو الدروس المستفادة من الإزم هي أحد هذه الأمور يعني يقول سؤالك الأخير هيدا سؤالي الأخير دكتور ماذا بعد؟ يعني هيدا يمكن سؤال بديهي ماذا بعد؟ ما هي الدروس المستفادة؟ والتي يمكن أن تساعدنا مستقبلا على تجنب الوقوع بهيك أنا باعتبرها عن جد نوع من المجازر اللي صارت بحق المسنين ببعض البلدان لتجنب هيدا الأمر شو لازم ينعمل؟ يعني العمل بدي يكون على ثلاث مستويات على المستوى الوطني كما قلت نعيد النظر بالتشريعات المتعلقة بكبار السن وحمايته واحترام إنسانيته وزيارة أماكن المأوى اللي يوجد فيها ثم على المستوى الإقليمي أنه نجتهد يعني نحن أنا ما كتير متفائل أنه ممكن جامعة الدول العربية تعتمد اتفاقية بهذا المجال في شيء أو لا يعني ما اعتمدته جامعة الدول العربية لكن أعتقد إنه على المستوى الإقليمي من منظمات أخرى ممكن نجد اتفاقيات حول هالموضوع وهناك تقصير يعني أنا خليني أقول عنه فاضح في الأمم المتحدة حول هذا الموضوع يعني إلى الآن لم يتم اعتماد اتفاق يعلمه بأنه كما ذكرنا في البداية كبار السن من الفئات الهشي طب احتمينا بالمرأة والطفل وذي الأعاقة كلهم عناصر مهمة وأساسية ولها الأوليوية في مجتمعاتنا لكن وكبار السن أيضا فهذا الموضوع يعني أعتقد بأنه يجب إعادة النظر فيه إعادة النظر بهيق مواضيع وهنا أعول على المجتمع المدني فكل وعلى عنصرين أساسيين في المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام يعني لو اهتمنا لو اهتمت وسائل الإعلام يعني كم روبرتاج في الصحف العربية عن كبار السن كم روبرتاج عن مراكز المأوى الخاصة بهم من من الصحفين يتم تابع الموضوع عن كتاب بالإضافة لدور المنظمات غير الحكومية فبعتقد أنه الدروس المستفادة هو أننا اكتشفنا أننا مقصرين سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي والشيء اللي لازم نساويه هو أن نعود ونراجع الشعاعات الوطنية ولو سمحتي لي أخيرا أن أنهي بعبارة هي ضرورة الاهتمام بمفهوم الوقاية يعني نجب أن لا ننتظر أن نكتشف أن هناك عدد كبير من المتوفين في المآوي التي تضم المسلمين طالما أننا سوف نهتم بمفهوم الوقاية ونحرص على أن المراكز الموجودين فيها على الأقل متوافر فيها الشروط الأساسية والإنسانية للحفاظ على حياتهم وعلى كرامتهم وعلى مشاركتهم حتى وهن بهذه المراكز بالحياة العامة شكرا دكتور أنا قبل ما نبلش نفتح المجال للمداخلات من الحضور الكريم بحب من هيدا المنبر دكتور من هيدا اللقاء أعلن بأنه نحن مع أنه كبسمة جروب اختصاصنا مش مسلمين وأنا بؤمن بالتخصص ولكن نظراً للي ما رأنا فيه وللي شفناه باقترح وطبعاً مفتشارنا الآنوني معنا بالوبينار باعلن أنه نحن كبسمة رح نقترح طبعاً تنشوف شو هل هو إعلان نشتغل على إعلان لحماية كبار السن لنشوف كيف الآلية يمكننا نستشيرك دكتور ميداني ومستشارنا الآنوني كمان ينصحنا بشو التوجه لحتى نمضي بهيدا الموضوع لأنه فعلاً فيه نقص كبير بهيدا الموضوع فإذاً هلأ رح نفتح مجال للنقاش في عندكم طريقتين للمداخلات بتحبوا تعملوا مداخلة مباشرة عبر الفيديو أو عبر بس الصوت أو فيكن تكتبوا كتابة على التشات ونحن نوصل السؤال لدكتور أمين حالياً في عنا دكتور نورما وعنا الأنسة سمر العشي رح نبدأ مع الدكتور نورما تفضلي دكتوره بس نحن اشتقنا لحضوره بمؤتمراتنا بمناسباتنا بلبنان ببيرون وإن شاء الله يا رب نرجع نجتمع ونتلاقيه من أول وجديد وبحي الحضور لو بدون معرفة ونتأمل يكون هالموضوع طبق كتير كتير مهم وجداً مش مطروح سابعاً وبنشكر مدام قلشان لأن لفتت النظر لهيدا الموضوع اللي فيه إهمال دولي ومحلي ووطني وإن شاء الله يا رب نقدر نعمل أي عمل سوى اقتراح أو مشروع قانون إن شاء الله يا رب لإطلاق قانون لحماية المسنين كمان بيحب يحييكن الأستاذ الياست فضل أنا بقول ما صندور وبشكر على الندوة الحلوة ولكن ما لازم ننسى أنه خلينا نفكر بهالموضوع هو أنه عايشين بفترة كورونا وما يسمى بالتعبئة العامة التعبئة العامة تبدأ القرارات والتوجهات بخصوص سير السيارات السمح لها مفرد ومزويز محلات مسموعة بفتحة مأمور بإغفالها تخصص وسائل الأعلام مواعيد لترحلة المواطنين وإجابتهم عليها وموافقتهم يعني الموضوع مفتوح بشكل خاص بمناسبة كورونا أنا مش مسن أنا مسن وشيخ شيخ المسنين لأنه عمري 81 سنين بس شيخ الشباب بالنسبة لأنا معالي الوزير وأنا محامي وفي المحامات لا يوجد تقاعد الزاب نحن لا نزال نعمل ونشتغل ولكن بهالأيام بأيام الكورونا قعدنا بالبيت سكرت المحاكم الأوضاع التشكيلات ونوقفة ما فيك تعمل شيء على صعيد الخدمة القانونية للسبب اضطرينا نفكر شو لازم نعمل بهالحالي اللي نحن فيها يعني يبقى موضوع مهم لا يأخذ قصته من الاجتماعات الرسمية والشعبية إن لم نقل الثورية وهو ما يصيب الشخص المسن والمتقاعد أو الذي يوالي عمله الحر غير المقيد بسن أقصى من اهتمام خاص والتزامات تؤمنها الدولة بواسطة الوزارات المختصة والمجالس النقبية أو الإدارات المحلية فالشخص المسن الذي يتوجب عليه ملازمة بيته والإقلال من التجول ووضع الكمام والمواظب على أخذ أدويته ومراجعة طبائه ولا تؤمن له أي مساعدات خاصة ندية أو عينية أو أدوية أو سواها من مقومات العيش الكريم الذي اعتاد عليه آمن أن يكون صوتي اليوم قد أوصل واقع المسنين إلى المسؤولين ودفعهم إلى التفكير بما ينبغي عمله لتحسين أدء التعبئة العامة عن هذه الطبقة وتخفيف وطأته عنها هالطبقة اللي أدت خدمات الجلة للوطن والمواطن بصمت ومحبة وإخلاص أي طبقة المسنين أطرح إصدار تشريع عاجل ينصف هذه الفئة المميزة من المواطنين ويقدم لهم من الدولة والمؤسسات التي ينمون إليها ومن الملديات ومن المراجع ذات الصلاة أن تؤمن لهم مستلزمات عيش الكريم أرجو أن أكون قد أوضحت الواقع واخترحت المناسب تاركاً التفاصيل إلى حين البدء بالإعداد التشريع المطلوب وشكراً للستغلشان وشكراً للعزيز الصديق الدكتور محمد أمين بيداني وإلى اللقاء قريباً شكراً معالي الوزير كثير مهم اللي طرحتو رح ننتقل للاستاذة سوميشا اللي شرفتنا من المغرب أهلاً وسهلاً فيك استاذة سوميشا تفضلي أهلاً بالجميع شكراً أستاذة قلشان شكراً أستادي المحترم أستاذة ميداني فعلاً إطارة هذا الموضوع في هذه اللحظة يبين على أن حضرت أكثر من أنا أنا شميسة رياحة كبيرة في مجال حقوق الإنسان وفي نفس الوقت اشتغلت كرئيسة لضاخل مؤسسة وطنية لجهة ببار البيضاء هذا الموضوع كما قال أستاذ المحترم الميداني لا يعتبره فقط فيه نقص من طرف الأمم المتحدة وإنما هو نقص أيضاً حتى من طرف المجتمع المدني ومن طرف كل الفاعلين لأن لو حصينا كم عدد من ويبنار ولقاءات كانت خلال هالأيام بمناسبة الكورونا فنوجدوا أنه كان متعلق بكل الفئات إلا فئة المسلمين أو كبارستين فهذه الفئة ربما أول أول لقاء افتراضي يتعلق بهذه الفئة هذه الفئة فعلاً إذا كان هناك نقص على مستوى تناول الحقوق الاقتصادية فاللي نبه على أن هذه الفئة تحتاج إلى حماية هي وباء كورونا لأنه بينا على أن في البداية الإصابة تكون الناس لهما متقدمين في السن وبالتالي هذا اللي يجعل مفوضة سامية الحقوق الإنسان أنها من بين البيان المتعلق بالعنف والبيان الآخر المتعلق بالسجون وأماكن حرمان من الحرية صدرت بيان متعلق بكبار السن على أساس أن هذه الفئة هي الفئة الأكثر تضروراً أنا غنشترك معكم في تجربة ربما بالمغرب أثناء ترأسي لجهة الضربضة وهي أكبر جهة لأن فيها ما يقرب من سبع ملايين من السماء وفيها أكثر من سبع مراكز لكبار السن والمسلمين هذه المراكز أثناء المهمة اللي قمنا بها قمنا بزيارة هذه المراكز وهذه المراكز فعلاً تشخيص وهو موجود أن أدنى قيمة الإنسانية مش موجودة في هذه المراكز أنا انتفقاً مع الأستاذ ميداني على أنه ثقافتنا كتجعل على أن الناس يحتفظوا بالآباء بل يوجدناه في هذه المراكز ثقافة أخرى هي غير الثقافة العربية غير الثقافة الإسلامية ثقافة آباء تخلوا عن أبنائهم ثقافة أن هناك مستولى على إيرت ووضع والديه داخل هذه المراكز الوضعية جد مزرية وضحناها في تقرير اللي بين على أن لا أدوية لا متخصصين في مراقبة هذه الفئة داخل هذه المراكز اللي هي كتضم عدد كبير من النساء ومن الرجال واللي كيغلب عليهم الطابع الإحساني أكثر من طابع الحقوقي لأن ناس فئة مسينة غير نعملوا عمل خير ونحن ما بدناش عمل خير بدنا على أن هذه الفئة تنال الحقوق ديالها كاملة بالإضافة إلى التقرير اللي يصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2015 كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي يصدر أيضا تقرير بالمغرب جد مهم متعلق بهذه الفئة يمكن ما العمل وأنا هنمشي مباشرة ما العمل انطلاقا من هذا التقرير واللي فعلا شغلني بشكل كبير ولهذا السبب أنا أنا كان شارك معكم في هاد ندوى العمل وهو يمكن أنه يكون تحرك على المستوى الوطني تكون الوقاية يكون وهذا شغل شغل خاص بالمجتمع المدني لكن احنا بدنا على أنه تكون الحماية على المستوى الدولي وربما أستاذ ميداني على علم على أنه ممكنش يكون اتفاقية أو إعلان وقبل منها يكون إعلان إنما كانش ضغط من طرف المجتمع المدني واللي غيبين فعلا على أن هذه الفئة هي تحتاج إلى حماية هذه الفئة عندها مشاكل كبيرة وكتحتاج إلى حماية الآن فيه أكثر من دولة صدقات على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الملحق باتفاقية منابضة تعديد وهو يعطي الصلاحية لهذه الآلية أنها تزور أماكن الحرمان من الحرية وفي لبنان كيمة مصادقة في المغرب صدقات أيضا على هذا البروتوكول وهذا يجعل على أنه الضور الآلية أنها تقوم بزيارة هذه الأماكن وإعداد تقارير اللي ممكن أنها فيها الوقاية ولكن فيها أيضا التخطيط على الحماية دور المجتمع المدني كبير الضغط من أجل أنه يكون قوانين محلية ولكن أيضا الحضور في الملتقيات من خلال الآليات التي تحدث عليهم من الأستاذ ميداني أنه في المحافل الدولية ضروري أنه يكون تقارير موضعات خاصة بهذه الفئة نشير لهم داخل كل التقارير اللي ممكن أننا نعرضهم لأن هذه الفئة فعلا فئة كتحتاج الحماية كتحتاج المساندة وبينا لأي مشكلة تمكن تؤدي ثمن هذه الفئة إذن يكون هناك توعية يكون وقاية ولكن نحن بدنا تكون حماية فعالة ومراقبة فعالة لهذه المراكز أنا في المغرب كنقول الجهة اللي كنت فيها رئيسة عندنا أكثر من سبع مراكز ولا وحدة فيها الدولة متحملة مسؤوليتها فقط بعض النظمات وبعض الناس اللي محسنين يأخذوها من الجانب الإحساني نحن نحن بدنا لأن هذه فئة تتمتع بحقوقها كاملة كباقي الفئات أخرى محسنين دكتور ميداني سوف أعطيك المجال تجاوب على الأسئلة اللي انطرحت وبعدين مننتقل لأستاذ فيير جعارة من بعد جاوب حضرتك شكرا شكرا جزيلا يعني كلينا نمشي بالترتيب بداية شكرا دكتورة نورما وإن شاء الله لأيام القادمة ونتعاون سبيلتان معالي الوزير أستاذ ديال شكرا إلى ولا إضاحاتك وبالفعل هذا موضوع مهم التي حضرتك تطرقت له موضوع تعبئة العامة والشباب شباب القلب موهي المهم أنه نكون دائما على استعداد يعني لنقوم بواجباتنا ونؤدي اللي منقدر نؤدي شكرا أستاذي شميتها وأنا تعيد بالاستماع إليك وتجربتي واللي ذكرتي يعني موضوع كتير هام وأكيد يعني فيه أوضاع متشابهة في البندان الحربية فقط أريد أن أستغل الفرصة قبل ما يحكي الأستاذ كتير وحتى نكون عمليين ربما نعود لهالموضوع في نهاية الجلسة لدي اقتراح يعني تبعا للكلام اللي اتضلتوا فيه واللي عمل ناقشوا أنه تتمنى المنظمات غير الحكومية اللبنانية متودة مشروع خاص بحقوق المسنين هذا لا يمنع أنه من المغرب يكون هناك أيضا مشاركة من البندان العربية أخرى ممكن الكلام طبعا موجه الأستاذ كولشان تحف إشراف بسمي ومنظمات غير حقومية لبنانية أخرى أن يكون هناك إعداد متودة مشروع يقدم إلى الحكومة اللبنانية اللي ممكن تقدمه في دورة إلى الجمعية العامة لأمم المتحدة متودة إعلان ما بنحكي اتفاقية إعلان لأنه هذا الاتفاقيات دائما تخيف الدول يعني الاتزامات فيا ريت في نهاية وممكن نعود لنقطة في نهاية الجلسة أن نتفق على القيام بهالمهمة هاي وتكون النتيجة الندوة اعتماد يعني توصية بتحضير مسودة إعلان خاص باتبار السن ممكن أنا أيضا شارك معكم بالمراجعة يعني أنا ذكرت لكم والاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب يعني الشيء اللي ما ذكرته حتى ما أدخل بالتفاصيل حتى أعطيكم مثال عن أهمية المبادرات الفردية أن من صاغ هذه الاتفاقية أو أول مسودة الاتفاقية هو رجل أعمار مصر في سويسلي اسمه جامبور غوتي غير مصمم الأزياء يعني وأسس جمعية هي الجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب أكيد لكم تعرفوها وهو اللي قدم المشروع إلى مجلس أوروبا وإلى الخبراء ودرسه فممكن مقابل يعني مبادرة فردية مبادرة من منظمات غير حقوبية تنبه المجتمع الدولي لأهمية هذا الموضوع فممكن يكون هنا مشروع مسودي توصي بمشروع مسودي بتعلق بحقوق كبار راح نروح لأستاذ بيير من بعده الأستاذ فهد بوصوار جميعا بدي أحيي دكتور محمد أمين وبدأ أشكره كمينا مثل أشكرك مدام قلشان وحيي جميع الموجودين اليوم بس أنا العرف عن حالي أنا بيير جعارة رجل أعمال مهندس لبناني ولكني من المشروع بمنظمة الروتري الدولية وسبق وامنا بالروتري وأنا شخصيا ببرامج أو بإذا بدكن تقوله نوع من المساعدات لتحسين وضع كبار السن بالمراكز المتجمعين فيه بلبنان أنا عندي عندي مش ملاحظة عندي شوية مداخلة بسيطة ومؤارنة بين فرنسا وبلبنان وأعطي رأسا يلي بشوفه المشكلة الكبيرة بلبنان لأن أنا اليوم كلبناني بهمني أكتر شي الكبار السن الموثودين ببلدي يرأيت لبنان مثل فرنسا ليه لأنه بفرنسا أنا كمان فرنسي وعشت بدي من حياتي بفرنسا واشتغلت بفرنسا أول شي المشكلة اللي صارت مع كبار السن بفرنسا كانت متوقعة لأربين بالمئة لأنه نحن بنعرف أنه عدد كبار السن بفرنسا نسبة لعدد السكان مرتفع جدا يعني الأربين بالمئة منا غريبة وبالإضافة أنه كبير السن هو معرض لكوفيد ناينتين أكتر من الشباب هلا المكرات اللي كانوا موجودين فيها الكبار السن لم تكن متحضرة لبانديمي مثل اللي حصلت وحتى المستشفيات بفرنسا وأنا عندي تجربة خاصة مع أحد أكبر أصدقائي دخل المستشفى وخبرني عن المشاكل ومكانات التنفس يعني الموضوع كان مش بس بطال كبار السن كان بطال الجميع بفرنسا وللحقيقة فرنسا ما قدرت تواجه لأنه ما كانت متحضرة وهي أول مرة بيصير بالعالم واليوم بفتكر للمستقبل كل الدول الأوروبية والنامية وغيرها لازم تتوجه لبرامج صحة أفضل من السنحة اللي كانت موجودة هلأ لنتقل الفضل أنه بلبنان نحنا مع المسن عنا الرابط الاجتماعي اللي هو كتير مهم بكل المجتمع الشرقي يعني كلنا منهتم معظمنا بالأحرى بيهتم كتير بكبير السن بعيده ببيه بجده بإلى آخره هالشي ما أنه كتير متواجد ببلدان الغرب ولكن بلدان الغرب محميين بأنون العمل نحنا اليوم ما عنا بالكطاع الخاص بلبنان ما في شيء اسمه راتب تقاعدي للعمال يعني المسن لما بيطلع بسن التقاعد اللي هو 64 سنة بلبنان بياخد تعويض نهاية الخدمة يلي بستحيقول قديش بس حد الخمسة لعشر تلاف دولار مش أكتر من هيك وبدي يؤدي كل باقي حياته ما عنده إعالي وما عنده تختي كمانا ما عنده تختي صحية بينما اليوم الأوروبي عنده راتب تقاعد كل حياته وعنده راتب صحي بما فيه إنه هيدا الشي بيقدر يسمح له للكبير السن إنه روح يقعد بمركز ويحترم كل حياته ويخدموه لأنه عنده راتب وعنده مدخول بلبنان هالشي بأنه موجود إذا ما كانوا أهل وقادرين يهتموا فيه وبدوا يحطوه بمقوى لازم يدفعوا عليه وإذا ما حطوه بمكان اللي أنا افترض بوزارة الصحة بيكون مكان يرسله ما بعد إذا حدا منكم زار محلات اللي هي مجانية من اللي كمان نحن بالروتج نشتغل كتير ومنساعد كتير بهالأماكن هاي دي ولكن أنا برأيي وكمان مدام المغرب كانت عم تحكي بكوانين خاصة لحماية المسنين بكل بلد بحسب حاجته نحن اليوم أهم حاجة نقدر نعملها إنه يتطور بقانون العمل وهيدا مع وزارة العمل يلي كان فيه مشاريع أوانين ما وصلت للنهاية يلي هو عودا عن إنه يكون فيه تعويض نهاية الخدمة لكل موظف عندما ينتقل إلى فترك التقاعد يكون عنده معاش تقاعد لحمايته لآخر حياته أنا بتشكلكم شكرا أستاذ بيير رح ننتقل للاستاذ فاهد ومن بعده للاستاذة مها صدر أستاذ فاهد شكرا دكتور ميداني شكرا قولشان أنا سعيد أنه أنا أكون بين هاي المجموعة من الخبراء من الأساتذة بمجال حقوق الإنسان أنا فهد من سوريا مقيم في لبنان طبعا أنا في سؤال عندي أول شيء بالبداية أقول أنه نحمد الله سبحانه وتعالى على هاي النعمة الموجودة عندنا أنه نهتم بكبار السن جدنا وستنا وإلى آخرين بس سؤالي أنه كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الوطنية أو الإقليمية بالعمل على حماية الموسنين باعتبار أنه جامعة الدول العربية أنه هي من المنظمات أو الكيانات اللي أقرت هاي المسألة كيف ممكن إحنا نفعل دورها وشو هي الآلية بظل هذا الفساد اللي تعيشه أغلب الحكومات العربية وخاصة بموضوع الاهتمام بالقطاع الصحي اللي أظهر عجزه الكبير جدا أمام هاي الحالات الصحية الموجودة طبعا جائحة كورونا إجت وكشفت الغطاء عن العجز الكبير اللي يعيشه القطاع الصحي خلينا نقول بالدول العربية بشكل خاص بالإضافة أنه حتى بأوروبا يعني كانوا يعتبرون أنه تخلص من كبار السن نتيجة ربما القوة الكبيرة اللي فات لها جاء كورونا ولذلك القطاع الصحي لم يكن مؤهل لهاي الدرجة الكبيرة باحتواء هذه الجائحة ألمن أنه مثلا أوروبا تعتبر هي الرائدة في مجال حقوق الإنسان وتعتبر هي الرائدة بمجال القطاع الصحي إذا بدنا نحكي على عالمنا العربي شو هي الآليات اللي احنا ممكن نشتغل عليها شكرا دكتور شكرا لكم جميعا شكرا ستاة رح ننتقل لك هنا لستمهة تفضلي ستمهة لبنانية حاليا بدباي بسبب كورونا علقت بدباي علقاني بعد نيناطرا الفرج يصعد هالمسا جميعا ودون شك إنه لقاء قيم جدا ومنشعر إنه عم بيحضر بوجود هالثروات الإنسانية المساهمة عم نحضر يمكن لانتلاق شي بموضوع العيني بكبار السن أنا بدي ذكر من باب علم الاجتماع بشأن إنه ثلاث نقاط الحقيقة نقطة الأوروبية إنه صار فيه مواثيق تهتم بكبار السن لأنه أولا صدرت لما كانت الدول الأوروبية أكترها رعائية وفيها نظم اشتراكية بتحمي الفئات المجتمعية أكتر ما عم نشوف اليوم وبعدين نسبة المواليد متدنية ونسبة التقدم بالعمر مرتفعة فصار فيه أكتر كبار السن وبالتالي صار ضروري إنه ينواجد سياسات تهتم بكبار السن وطبعا سياسات اجتماعية وصحية نحن بمجتمعاتنا مجتمعاتنا نامية يعني الفئات العمرية الشبابية أعلى بكتير من فئات المتقدمين بالسن ولهالسبب ما في كتير تركيز علي هلأ اللي كانوا بالخدمة وعندهم تابعين للأنزمة مثل ما تفضل معاني الوزير أو عندهم تقاعد أو عندهم يعني تابعين لأن يقابات محميين أكتر من القطاع الخاص والناس يلي من دون تأمين يضاف إليها إنه نحن بلداننا بتوجه سياسات الصحية للعناصر الأكثر إنتاجة يعني ممكن كتير أكتر طول العناية للفئات العمرية المنتجة طبعا الطفولة لحد ما يكبروا والفئة الشبابية والفئات المنتجة في المجتمع لأنه نحن نزامنا قائم على استهلاك وإنتاج بالقدر اللي يعني منتجين فيه وكمين ما ننسى أنه نحن في عنا الشباب اللي مطلوب منه يقوم بالأعمال اللي بتسند الفئات الأخرى من زراعة وصناعة وخدمات وفي عنا الشباب يلي مطلوب منهم ينضموا إلى الأسلاك العسكرية والأمنية لأنه كتيري وعديدي ببلادنا هلأ بالنسبة للسياسات طبعا التشريع خلنا نروح للبنان وهو متشابه في الدول العربية بفتكر بس خلنا نحكي عن لبنان التشريعات الرعائية مقصرة صار في كتير مطالبة طبعا بين الحماية الأسرية والحماية الطفولة وهيدا الشي عم بيتم تدريجيا إنما بعد ما في شي كتير للفئة الكبار السن يلي ما عندهم التغطية الطبابة أو الاستقلال المادي بحكم الوظيفة والمعاشية التقاعدية ما في بعد في نفس كبير بالاختصاص بطب كبار السن المعروف بالجرياتريكس يلي هو بيهتم بالشق الصحي بيهتم بالشق النفسي بيهتم بالشق الترفيه يعني إذن أنا بدي اعتبر نفسي كبيرة السن طيب أنا بعدني قادرة انتج بعدني قادرة وظيف علمي بيخدم مجتمعي معرفتي خبراتي تجاربي هاي دي كلها نحنا ما في آليات مجتمعية إلا شوي الجمعيات الأهلية والتطوع المدني إنه يسمح لنا إنه نساهم ونعطي ونضلنا عم نعطي طالما صحتنا ميحة هيدا كله بده تقطير تشريعي وبده تقطير خلينا نقولتها كيف يعني إنه نقدر نحنا نكون ندد شبكة الأمان واللي تفضل في معالي الوزير بالنسبة للبنان من تحضير هالشي مع جمعية بسمة وجمعية التانية اللي بتتم فيها مفتكر إنه نحنا بسرعة من هالنواة اللي اللي فينا نعمل شي كتير كبير وما يخد مننا كتير وقت لأنه بمطارح عديدة يعني الشي التأسيسي للمكابونة التحتية قد يكون إنه متوفر يعني نقدر نستفيد منه وننظمه وشكرا كتير وهيدا ضون شك إنه موضوع مهم جدا لأنه ما عنده كبير ما عنده صغير شكرا أستاذة معها دكتور شو رأيك ناخد دكتور نورما كمان وتجاوب عليهم أوكي اتفضلي بس اسمحولي أنا حيي الأستاذة وديعة هي من القطاع الصحي وتترأس مانصب مهم بالدفاع المدني واليوم نحنا الجيش الأبيض عن جد بنوجه له تحية كبيرة لكن رح ننتقل الدكتورة نورما مرة ثانية تفضلي دكتورة نورما دكتورة نورما عم تسمعين مشكلة صوت طيب دكتور ميندان إذا بتجاوب لابن ما تحضر دكتورة نورما أوكي سمعيني فضلي فضلي دكتورة قد لحز دكتور محمد أمين الميداني مسألة أن المجتمع الدولي قد وضع للمسلمين تعريف وذكرهم لكن لم يضع لهم وثيقة وبالتالي فأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها يكر أيضا قانون حقوق الإنسان بأن القيود التي تفرض على بعض الحقوق في صياح التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني وتكون ضرورية للغاية ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا ولفترة زمنية محددة وتحترم كرامة الإنسان وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشوء من البديه أن وباء كوفيد 19 بمدى التساع وفطورته يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة كما يبرر فرض قيود على بعض الحقوق كفرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحد من فرية التنقل والذي من شأنه الاهتمام الضقيق بحقوق الإنسان مثل عدم التمييز ومبادئ حقوق الإنسان مثل الشفافية واحترام القرامة الإنسانية والحد من الأضرار التي تنجم عن فرض التدابير الفضفادة التي لا تراعي هذه المعايير كوفيد 19 مثل الأمراض المعدية الأخرى يشكل خطرا أكبر على الأشخاص الذين يعيشون على مسافة قريبة من بعضهم البعض يؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن والأشخاص الذين لهم أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التهنفسية المزمنة وارتفاع ضغط الدم وهون أحب أشير إلى أنه بالصين 80% من الذين توفوا بسبب كورونا كانوا يفقون سن 60 سنة في دور الرعاية وغيرها من الأماكن التي تأوي أعدادا كبيرة من كبار السن هنا ينبغي أن توازن شروط الزيارات بين حماية النزلاء المسنين والأكثر عرضة للخطر من جهة وحاجاتهم إلى العائلة والتواصل من جهة أخرى وهنا نجد أيضا أن وزارة شؤون المتحاربين القدامة الأمريكية قد اعتمدت سياسة منع الزيارات لدور الرعاية لمواجهة خطر كورونا هذه الإجراءات تبقى غير كافية وجب مراعاة الحالة النفسية للمسن ومتابعتها خلال الأزمة وبعدها وتكثيف الرعاية الصحية أسوة بالمرضى الذين يعالجون في المستشفيات وتأمين الأدوية والمعالجة النفسية اللازمة وبذلك يجب إصدار تشريعات لبنانية خاصة للحظة مسألة ورعاية والاهتمام بالمسن وذكره سواء كان من أصحاب المهن الحرة عفوا كون المحامي والمهندس لا يتقاعد إلا عند رغبته في التقاعد ويبقى أنا بعرف تحكيه كتير مهم ولكن نحن عنا وقت محدد رح يقطع الوبينار بس مضطرين لحتى إلا حتى يتقنلوا للدكتور يجاوب شكرا شكرا لكل مداخلات لحدة لو سمحتوا ب اللي تفضل فيه ميسيو بيير وعرج اللي قالت الأستاذي معها يعني أنا أتفق معك تماما أستاذ بيير باللي تفضلت فيه فيما يتعلق بالأوضاع بفرنسا وتوصيفك وتوصيف زميلك هناك المريض يطابق فعلا الواقع ويعني هذه أمور ممكن في المستقبل ينكتب عنها وإشارتك لموضوع غياب الاشتعاد في لبنان يعني هذا شيء محزن ويعتقد مو بس في لبنان وفي دول أخرى مثل ما سمعنا أيضا في المغرب والشيء بيخليني أيضا أنني مصل لكلام الأستاذي مها كلام هام وأساسي ولفت نظري موضوع التخصص بالنسبة لكبال السن وموضوع أيضا مشاركتهم في الوزير يعني كيف ممكن نقبل الوسائل وهون سمحولي أعطي مثال أنه بفرانسا في نظام جامعات الشعبية هي جامعات تؤسسها جمعيات روادة على الأخبير منهم من قبال السن اللي راحت عليها مثلا فرصة تتعلم بعض اللغات تتعلم بعض الحرف أو الحوايات فهناك اهتمام بهذا الموضوع وبأعتقد هو بالطب في اللي آت الأستاذ مها كيف أيضا نحن فيهم ليس فقط من ناحية صحتهم الجسدية والنفسية ولكن أيضا مساعدتهم على أن يستفيدوا من أوقاتهم ويجدوا وسائل أو طرق للتسلي والله تتناسب مع أعمار وأوضاع الصحية بدي جاوب الأستاذ فهد وأقول له سؤالك في محله أنا اتطرقت نوعا مالي على الموضوع عندما تحدثت عن دور المنظمات غير الحكومية يعني أن يكون هناك إعداد تقارير تقدم تقارير للشادو رابورت سواء إلى اللجان المعنية أو فيما يتعلق بالتقرير الدوري جامل لجو بي آر تتحدث عن كبار السن نهتم بهم وأن يكون هناك زيارات لهم ربما أنا مقصر بسأعتقد أنه نادرة جدا التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية بقرير قائمة في ذاتا فيما يتعلق بكبار السن ربما يكون هناك بفقرات وهذا يخلين يضيف أيضا دور وذكرت قبل قليل لوسائل الإعلام للتنبيه لهالموضوع فمن الضروري أن تهتم وسائل الإعلام بهذه القضية واللي تقدر في كل تكون مادة تحقيقات ورابورتاجات صحفية متعلقة بهالموضوع مداخلتك دكتورة نورما يعني عززت وأضافت على اللي أنا قلته ومثل ما اتفضلت هناك أشكال مختلفة للحماية والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي قبار السن كونه يعني مذكورين كإنسان وكأفراد وكأشخاص يحميه لكن الشيء اللي أنا رأت أن أرفت النظر أنه في بعض الفئات لها حماية عامة ولها حماية خاصة المرأة الطفل دوي الإعاطة العمال المهاجرين اللاجئين فلماذا فقط كبار السن لم يحظوا بهذا الاهتمام فقط هذه ملاحظة لكن إذا نظرنا إليهم فهم أيضا تندرج عليهم كل اتفاقيات الأمم المتحدة كونه إنسان برد النظر عن أعمارهم وبرد النظر عن أوضاعهم الصحية شكرا من الدكتور ميداني ومن عدة أشخاص من أستاذ مه من أستاذ فهد من الكل بإنه يكون في مشروع اقتراح مشروع قانون لحماية كبار السن فنحنا منقول كبسمة رح نبادر ونسعى ونتعاون مع أي جهة بذا تساعدنا لنقترح مشروع قانون لحماية كبار السن مجددا بتشكر كون على أمل إنه نوصل لوقت ما نضطر كل يوم نفتح موضوع لفئات معينة بحماية حقوقها شكرا جزيلا